السلام عليكم أصدقائي صباح المساء اينا عم صباح المساء كيف تزبط برياضتنا السورية وبأخبار رياضتنا السورية فيك تقول صباح المساء لأنه الصبح خبر والمساء خبر تاني وخبر معاكس يعني خبر معاكس الشيء اللي عم يصير ما بين محمود داهود ومنتخبنا الوطني وإدارة منتخبنا الوطني بينفع أن يكون مسلسل مسلسل درامي اينا عم مسلسل شيق بتمنى من الأستاذي رشا شربجة نتحضر وتتابع أخبار منتخبنا لحتى تعمل مسلسل أكيد رح تبدع فيها يعني هي بال التفاصيل وتوصيل الفكرة ما في أروع من الأستاذي رشا شربجة يعني عمل باهر عمل رائع عمل جبار بالمسلسلات فبيستاهل منتخبنا كم حلقة لو بيبقعوا الضوء نحنا نرضيانين ونحن إليك بنكونوا من الشاكرين الشيء اللي عم يصير الشيء اللي عم يصير ما بين محمود داهود ومنتخبنا الوطني غريب عجيب غريب عجيب أول أمس حكينا في فيديو أنه في مشاكل ما بين هكتور كوبر أو إدارة منتخبنا ومحمود داهود ووكيل أعمال محمود داهود اللي هو في مشاكل اتحاد كورا القدم بيبعث الأشخاص اللي بيشتولوا عنده بالسوشال ميديا بيبعث الأشخاص اللي بيدعموا على السوشال ميديا أنتو كذابين هذا الحكي غير صحيح ما في شيء من هاد لكو بعد سواني نزلو لك صور عابط أيهم قصو محمود داهود أخذ أيهم قصو بالأحضان وعم يتدرب وكاتبين لك الأمور تمام تمام وحطولك المؤتمر الصحفي يعني أنتو قنوات وصفحات بتشوش على المنتخب وأخباركن اي نعم كاذبة نزلنا في فيديو الصور المتدرية داولي والأخبار اللي طلعت قلنا أنه تم حل مشكلة محمود داهود مع منتخبنا الوطني وسيشارك في مباراة الغد اليوم ببيان رسم اتحاد كرة القدم السوري يعني شوفت تناقض حتى بين البيان والصور وطريقة طرح الموضوع بقول لك اتحاد كرة القدم السوري تم مغادرة أيهم محمود داهود غادر معسكر منتخبنا الوطني لأنه متطلبات وما بنقدر نحن اللبية وممكن تخرب على المنتخب أو ممكن تزعج باقي أو عمل المنتخب ما بتلبت وموحات المنتخب الطلبات يلي عمد طلبها محمود داهود طيب انتو من الأساس سؤال أنا هون حبة حبة يا علامة انتو من الأساس واتبلشت هاي الإشعاعات واتبلشت هاي الإصاص واتبلشت تشويشي اللي انتو بتعتبروه تشويشي اللي هو موجود بكل دول العالم إلا عنا اسمه تشويش وانتو ما بتحب المنتخب انتو ليش ما طلحتوا شرحتوا للعالم شوفي انتو ليش تركتوا الأخبار تفوتوا ببعضها بعدين نشرطوا صور انو الأمور تمام بعدين وصورتوا يعني ما بعرف انتو لبين رايحين نحن نتفق انو محمود داهود اضافة لمنتخبنا واي منتخب يتمنى ان يكون عنده لاعب كمحمود داهود طيب شو اللي عم يصير شو وصلت وكيل أعماله شو وصلت اتحاد كرة القدم السوري شو وصلت الأخبار اللي طلعته اليوم أخبار هلا دايما انت عم تسمع للأماني يعني انت بس تسمع تسمع من جهة اتحاد كرة القدم السوري أو منتخب ما سمعنا الان لا من وكيل أعماله لمحمود داهود ولا من اللاعب أصلا ما سمعنا غير من طرف الاتحادي وسبق ذكرنا هذا شيء الطرف الاتحادي اتحاد كرة القدم أو طرف المنتخب بقولك انو محمود داهود من وقت ما وصل على المنتخب ما عاجبه شيء ولا عاجبه الباص ولا عاجبه التنقل ولا عاجبه الفندق ولا عاجبه الأكل ولا عاجبه طريقة التعامل معه هو كان بيشوف انو كان لازم يكون الفندق أفخم من هيك لازم يكون التدريبات أفضل من هيك تدريبات بداية تدريبات بداية حكينا عنا بالفيديو السابق تدريبات دفاعية عم نطلب من محمود داهود ان يكون بالحال الدفاعي هو ما بحب يكون كمدافع بالدور الألماني قال له ان انا مع شتوتقارت ما بدافع كيف ده يدافع مع المنتخب عمي لهم اللاعبين نوعية اللاعبين دون المستوى هذا كله نحن نحكيه من جانب اتحاد كرة القدم السوري لا سمعنا من الداهود ولا سمعنا من وكيل اعماله لحد هون حلوين لا اماننا حلوين بالاضافة كان عمي لك محمود داهود هو وكيل اعماله ونحن نشترط ان يكون معه شارت الكابتن يعني هو اجا وبدو شارت الكابتن رجعنا لخلاف شارت الكابتن نرجع معادي ونكرر هذا كلام اتحاد كرة اول اخبار الصادرة من اتحاد كرة القدم السوري وليس وكيل اعمال محمود داهود ولا اللاعب طيب من الاساس نحن خلينا نكون صريحين من الاساس وهو اشترط ان يكون اساسي هو اشترط ان يكون اساسي ما بتم تبديله وشارت الكابتن طيب نحن خلينا نكون صريحين هو محمود داهود بس قبل ما يجي على المنتخب كمحترك كوكيل اعماله هو اتفق واشترط على اتحاد كرة القدم السوري نعم او لا اذا اشترط انتوا واعدينه ان كان بشارت الكابتن وان كان يكون اساسي شو ما قالت الشروط اذا انتوا متفقين مو على شروط قبل قدومه للمنتخب فانتوا مفروض ان تلبوا شروطه نقطة انتهى انما لو محمود داهود كان عمل لكم انا بيجي وبيلعب مع المنتخب بدون اي شروط لحب المنتخب فدى الوطن فدى المنتخب من هاي الشعارات وبعدين غير رأيه وقال لك لا انا بدي شارت الكابتن انا ما بتغير انا بدي طعام مميز انا بدي فندق مميز انا بدي غرفي مميزة فهذا الشيء تاني وبيحق الاتحاد كرة القدم انه فعلا يفتح له الباب يقول له الله معك الله معك لانه المنتخب ما في حدي اكبر من المنتخب المنتخب فوق الجميع فنحن نعيد منكرر لازم نسمع وهذا حكيته بالفيديو الاولاني لازم نسمع استاذ عبد الرحمن الخطيب لازم نسمع وكيل اعمال محمود داهود لكن في حلقة لكن في حلقة مفقودي اي نعم في حلقة مفقودي في حلقة مفقودي نحن على اين واساس هذا اللاعب حضر مين تواصل مع هذا اللاعب وتواصلتم من هذا اللاعب مع هذا اللاعب محمود داهود شو كانت المتطلبات وهيك قال لكم أنا جاي يلا بكرة خابرك فيما بعد أنا جاي بكرة مستحيل يعني أكيد كان في شروط أكيد كان في المتطلبات إلا زنتوا لتولوا شو ببيك لبيك شو بدك نحن جاهزين بس وصل قالوا أنا هذا البديه بالمختصر نحن الخسرانين خروج محمود داهود لم يشارك بخروجه اليوم ما عدتشوف محمود يعني نحن عم نحكي من قصة صلى 4-5 سنين ما رح تشوف محمود داهود مع منتخبنا الوطني ولا من سابع المستحيلات خلص انسى الموضوع محمود داهود خارج منتخبنا المنتخب بمن حضر أنا سابع وحكيت نحن وقت بمن حضر ما حضرنا يعني طارينة التعامل مع المحترفين أنا بشوفه أصلا غلط يعني أنا بدي سابع وحكيت أنا بديكون عنده أسلوب بدي أنا أكون جاهز لكل شيء أنا بديكون متفق مع اللاعب يعني أنا جاي بلاعب من ألمانيا معقول ما متفق معه على البنود أنا بديك تقول لي منتخب بنود بكل دول العالم والمنتخبات صار في شروط للمحترفين نحن وين عايشين سابع وحكينا للمنتخب الإيراني في لاعبين ما بتجي المنتخب لتأخذ مصاري نعم منتخبنا سوريا لكرد سلية الرجل اللاعبين عم يأخذوا مصاري المحترفين نعم يعني معقول أنا توصلت مع لاعب ما تفاهمت معه ما توصلت معه انت شو طلباتك شو بدك شو حاطت براسك انت شو الفكر لبراسك يعني هيك لمجرد يلا تاعي جاي عازمك عف الجان أهوي لا يعني في حلقة مفؤودي في حدي غلط في أحد الطرفين غلط والخسران الوحيد هو نحن خسران الوحيد هو المنتخب دايما نحن بنحكي دايما بيكون فيه تنازلات لأجل المنتخب ما بعرف الشيء اللي عم يصير مع هنطلور كوبر غريب بدأة من العثمان بالبداية بعدين مواس بعدين عمر السومة عمر خريبين ما بعرف الشيء اللي عم يصير مع كوبر من وقت ما نوجد كوبر الشيء اللي عم يصير مع المحترفين شيء غريب مع بعض المحترفين وليس الجميع يعني ما بعرف إذا محمود داود بيشوف حاله أفضل من المنتخب هذا الشيء تاني إذا أنت بتشوف يا محمود داود أنت أفضل من المنتخب وإنت بمستوى اللاعبين بمستوى لا يعطيك العالفين إحنا ما بدنا يعني معلش خلينا عم نخسر من ميني مار معلش بس إنما إذا كانوا واعدينك بوعود وما وفوا فأنت حقك حقك إنك تمشي حقك إنك تمشي فبرجأ بعيد وكرر إذا ما سمعنا الطرفين ما فينا نحكم بس بالنهاية الخسران نحن خمس سنين عم تدعي اللاعب بالنهاية بح ما في ما في محمود داود للأسف خبر صادم يعني يعني مصررين يزعجون أبل الفطور بانتظار مباراة منتخبنا الوطن رح نرزع نحكي بعد المباراة وتتضح الأمور بكل تأكيد وتتضح الأمور بكل تأكيد وبنسمع الانتحاد كرة الخدم وبنسمع محمود داود منتخبنا بمنحضة كنت بتمنى بكل أمان يحضر محمود داود مع منتخبنا لأسف عوجة من دا مضلو خير السلامة